دكتور حضرتك أشارتي إلى أن تسهيلات الاستفادة من التسهيلات الضريبية أي وجزء من التخفيف أو إزالة الأعباء الزائدة اللي بتسقي الكاهل للشركات في الظل هذه الزروب طيب حضرتك التسهيلات الضريبية شايف إن دي كافية إن هي ممكن تكون فعلا عيب يخفف الوطقة المشكلة بالتأكيد ده عيب وعيب مش سهل لأن ده عيب أورا منه ممكن يبقى التزام يقضي على منشأة تماما فالتهاوم به كلام الصح وأنا عايز ألفت نظر حاك أننا في شركتنا في المحاسبون القانونيون سستامر نصير هو شريك الضريب عامل إنجازات خطيرة في ظل حزمة التسهيلات اللي أعلنها الوزير مؤخرا وزير المالية سيد وزير المالية أعلن مجموعة من التسهيلات عاملة أداء عالي جدا لإنهاء كافة المنزعات الأديمة بدأ تطبيقها فعلا بدأ تطبيقها فعلا وفي روح هيلة جدا في المأموريات لأن فعلا يعني القانون المادة 3 من القانون 30 أنا بأعتبرها زي ما قلت عليه قبل كده المادة الأسطورية وكمان ما تحدث عن الوزير المؤخرا من رفع الحد الأدنى للمشروعات صغيرة متوسطة إلى 15 مليون ده كمان برضو صفقة فبصراحة قرارات جوهرية جدا فعلا ده هي دي مد يد العون الحقيقية للقطاع المتوسط إنه يستعد لل يعني إن شاء الله ما تكونش في حاجة مرهقة في الفترة اللي جاية ولكن يتخفف من العباء القديمة وإحنا شايفين دي فرصة لابد من أن تقتنص ردود الفعل لدى الشركات على الموضوع بتاع الحوافز الضربية ده يعني مرضي بالنسبة لهم ولا هم يعني أي حاجة جاية من الحكومة وخلاص يعني بص ردود الأفعال في المأموريات هيلة الروح المعنوية لأنها شغال بها هيلة الردود الأفعال من العملاء يعني من الممولين بالتأكيد الممول نفسه يبقى كل حاجة ببالهلش وده زي أنا بقول دايما في الجنة إن شاء الله حضرتك أشاءت يا دكتور على البند الثالث من التحديات اللي حضرتك بتكلم عنها ستة تحديات البند الثالث فيهم اللي هو تحسين هيكل التمويل ما المقصود بتحسين هيكل التمويل؟ وهل ده معناه يعني موضوع قروض ولا ضخ استثمارات ولا تخفيف يعني والله أنا عايزة أستفيد من التحدي ده أنا أنا أشير إلى إن إحنا في المرحلة العمرية السابقة يعني لو إحنا نضب نستعد المرحلة العمرية القادمة واعتبرنا اللي حصل إنبارح هو مرحلة عمرية سابقة كان فيه توسع شديد جدا في الاقتراض تحت إطار من إن إحنا هنزود الخطوط الإنتاج هنزود الطاقات الإنتاجية هنشتري مقرات إدارية أنا بقول إن المرحلة اللي جاية غالباً هيكون ده صعب يتحقق فيها لأن طبعاً سالتك عارف إن كل التوسعات دي من خلال قروض بيترتب عليها أعباء تمولية ضخمة وزي ما سالتك متابع دلوقتي في السوق أعباء تمولية بأت تقيلة